متابعيني جميعا على قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة تطورات جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي تطورات لا تنتهي كل يوم شركة جديدة تصلع بتحديث جديد بتطور جديد واحنا بنحاول نتابع وننقل لكم الأخبار النهاردة مع خبر جديد من شركة أوبن اي اي واللي بصراحة هو خبر ممكن يكون مفيد جدا للكودرس بشكل عام والمبتدئين بشكل خاص حيث أعلنت شركة أوبن اي اي عن إطلاق كودكس 1 وهي عبارة عن نسخة بحثية جديدة من وكيل برمجي ذكي بيشتغل على الكلاود كودكس هو وكيل ذكاء اصطناعي مخصص لمهام البرمجة علشان بس نبقى عارفين مين هو كودكس 1 وهو مش مجرد مساعد بيكملك الكود لأ منظومة كاملة بتقدر انها تدير مشاريع برمجية تكتشف الأخطاء تصلح الأخطاء تشتغل على كذا مهمة في نفس الوقت وده كله باستخدام نموذج كودكس 1 المبني على نموذج جي بي تي فور ولكن هو بعمله كاستمايزيشن أو متزبط بالكامل علشان يكون مناسب للكودنج أو للبرمجة المميزات اللي بتميز كودكس 1 إنه هو بيشتغل زي ما قلت لك على عدة مهام بالتوازي تاني حاجة بيقدر يكتشف أخطاء من الكاملس الأخيرة ويصلحها تلقائيا بيقدر يفحص الريبو بالكامل ويديك اقتراحات ذكية تقدر تتابع تقدم كل مهمة بشكل مباشر وكأنك شغال مع مبارمج حقيقي في الفريق وجيهة كودكس هي متطورة بتقدر تشوف المهام اللي شغالة المهام المؤرشفة الكود اللي تغير وبالتالي حتفيد مجتمع المبتدئين في البرمجة حتكون مريحة لك في الاستخدام لإنها بتخفي التعقيدات ولو إني ببقى شايفة دايما إن المبرمج في البداية أو الكودر اللي هو لسه في البداية من المهم إنه هو يشوف التعقيدات وإزاي بيتم التعامل معاها ولكن في بعض الناس بتحس إن الموضوع ده بيوقفها على إن هي تكمل في هذا المجال فهو هنا بيخفي التعقيدات وبيخليك تبرمج باللغة العادية أو بالnatural language إزاي الكودكس بيتعامل مع الكود في تلات أدوات أساسية بيستخدمها كودكس حاجة اسمها test harness وبيجرب الكود على سناريهات افتراضية عشان يتأكد من فعليته حاجة اسمها linter وبيدور على الأخطاء اللي موجودة في الكود زي الvariables اللي مش مستخدمة أو المسافات الغلط في حاجة اسمها type checker بيتأكد إن كل variable أو متغير واحد نوعه الصحة قبل ما يبتدي إنه هو يخش في الكود الكامل كمان كل مهمة بتتنفذ داخل بيئة معزولة محملة بالكود بتاعك لو المهمة نجحت كودكس بيقدم لك إثباتات زي terminal locks حاجة اسمها سجلات طرفية نتائج اختبارات بيفتح لك pull request مباشرة على github من الحاجات كمان الكويسة في الموضوع ده إن انت قدر تجهز ملف اسمه agent.md جوه المشروع بتاعك تكتب فيه تعليمات لكودكس عن المشروع زي بيشتغل بيفهم بيئة التطوير أكتر كأنك بتشرح لمبرمج جديد انضم للفريق بتاعك الفريق بقى ما بين كودكس 1 وجي بي تي فور أو على الرغم إن زي ما قلت لك كودكس 1 مبني على جي بي تي فور أو إن OpenAI بتقول إن كودكس 1 بينتكون أنضف شوية وأسهل للمراجعة وكمان بيكون جاهز عشان يتدمج مع المشاريع بشكل أسرع وبيتعامل معه كونتاكست بطول 192 ألف توكن يعني يقدر إن هو يقرأ مشاريع ضخمة بسهولة بالنسبة بقى لقراء المهندسين بتوع OpenAI ففي فيديو موجود ليهم خاصة وإنت دخلت على النيوز والبلوكس الخاصة بـ OpenAI هتلاقي في فيديو كده المهندسين قاعدين بيقولوا إيه رأيهم في الموضوع وإيه هو ميزة كودكس 1 إنه بيتعامل مع الأخطاء المفاجأة في الباك أند بينظم التنبيهات داخل الفريق بدء مشاريع جديدة بكتابة أمر بلغة طبيعية وكودكس بيجهزه كل حاجة ودلوقتي بيقولك إن أنت تقدر تشتغل كأنك يعني مدير فريق كامل بيوزع المهام على كودكس وبيرجع مرة تانية يلاقيها خلاصة يعني كأنك أنت بتقول كده لكودكس بقى أنا مش حسيب اللي في إيدي عشان أشتغل عليه لأنا حسيب لك الموضوع تتصرف فينا هشغل نفسي بحاجات أهم طبعا يعني إحنا مش عارفين الزكاء الاصطناعي رايح بينا لحد فين لكن طبعا الناس هتسألني وتقولي طب نقدر دلوقتي نجربه داخل شاشة جي بيتي بشكل مجاني هرجع أقولك طبعا OpenAI زي ما أنتوا شايفين كده كل حاجة لها تمن ففي الوقت الحالي كودكس متاح لمستخدمي برو كمان يعني ياريت مستخدمي بلس في كلنا جربناه مع بعض دلوقتي ولكن للأسف الشديد هو متاح لمستخدمي برو اللي تكلفته عشر أطعاف خطة بلس وأنا أكيد مش هشترك في برو بصراع عشان أجربه فإن شاء الله هو بيقوله هم من اللي بيقوله أنه هيكون مفتوح قريب في البلس لكن دلوقتي لو عايز تجربه لازم تكون على البرو طبعا موضوع شوية محبط للناس اللي نفسها تجربوا وخصنا في موضوع الكودينج يعني وطبعا أكيد أنا كنت عايزة أبص عليه واشوفه لكن أنا تمنى أنه هو قريب يكون متاح في البلس أنا شايفة أن دا أداء كويسة جدا من أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال البرمجة أولا علشان نموذج قوي اللي مبني عليه الواجهة هتكون سهلة في تكامل في المهام وكمان قدرة على التحكم والتوجيه داخل المشاريع الكبيرة لو أنت عندك حساب على جيت حب اربطه مع حسابك في شات جي بي تي وحتظهر لك آيكونة الكودكس الجديدة جنب بقى صورة والاوبريتور وده طبعا في حالة لو أنت كنت مشترك في البرو بشكل عام أنا كنت أحب بستنقلك عن التطور الجديد اللي أعلنت عنه أوبن إي آي أتمنى أسمع رأيكم فيه التعليقات وتقولولي كده الذكاء الاصطناعي رايح بينا على فين؟ موضوع بقى كتير فيه أورويلمينج في الموضوع والموضوع بقى متسارع وحقيقي أنا شايفة أن الموضوع على قد ما هو حاجة كويسة التطور السريع ده ولكن ساعات التطور السريع بيكون أكتر من قدرتنا على تجربة الأدوات والوقوف على أفضل الأدوات في الاستخدامات المختلفة أنا كمستخدم بيحصل لي تشتت لإني ببقى عايزة أستخدم الأداء معينة لسبب معين فبالتالي كلما بتطلع أداء جديدة أنا ببقى أشغالها على أداء بجربها أسيب اللي في إداية بروح لأداء تانية أسيب اللي في إداية بروح لأداء تالتة ودي حاجة مش صحية يعني من وجهة نظري فأتمنى أن شركات الذكاء الاصطناعي يعني تهدى شوي ويكون لما بتيجي حتى تطلع بحاجة يكون جاهزة للناس كلها تجربها ما ينفعش أن أنت تخليني مجدودة ناحية نموذج جديد ويبقى النموذج ده بس متاح للناس اللي مشتركة في خطط معينة أنت بفوت وتحل كل الناس في الخطط طبعا بس أعتقد أنه هو مكلف ما هو طالما هو يعني متاح فقط للبرو فهو مكلف عليهم ولكن لازم حيفتحوه لي البلاس ولكن أكيد حيكون محدود يعني أنا متوقع أنه حيكون استخدامه محدود جدا حنشوف بكرة فيه إيه مش عايز سول عليكم أكتر من كده أتمنى أنكم استفدتم معلومة النهاردة أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة امفو تكفروا ونحاول نقدم لكم كل جديد وكل مفيد لديت ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير وكممنت ولكنت بتشوفنا لأول مرة تنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته